السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا الليلة موضوع يشغل بال الكثير من الناس كل الناس يجرون خلفه ويتهافتون وراءه ليصلوا اليه ويمسكوا به انه الرزق نتحدث هذا اليوم عن المفاتيح التي وضعها الله عز وجل لفتح ابواب الرزق ما هي هم هذه المفاتيح وكيف لنا ان نصل الى ارزاقنا وكيف يمكن ان نقنع بما قسم الله لنا وكيف يمكن ان تنزل البركة فيما اعطاه الله لنا الكل يعلم بان الناس يشكون في غالبيتهم من قلة الرزق اكتر الناس اذا سمعتهم يتكلمون يتكلمون عن قلة الرزق حتى الاغنياء حتى الاترياء يتحدثون عن قلة البركة وعن كثرة اعباء الحياة وعن متطلباتها ومستلتباتها الرزق وتدبير المعاش اليومي هو يشغل بالا الكثير مننا بل من من يقلقه اذا سألته مالك مقلق لماذا انت هكذا تعمان لماذا انت مضطرب يقول الرزق المال قليل والبركة تكاد تكون قليل او منعدمة والحياة شاقة وتدبير المعاش صعب هذا الامر جعل الناس يسلكون في سبيل الحصول على الرزق مسالك شتى هناك اهل الله يخافون الحساب ويخافون المراقبة يكتفون بما قسم الله لهم ويقنعون ولكن هناك فئة اخرى تريد ان تصل الى المال بكل وسيلة فقد يضطر الانسان الى ان يسرق وقد يقع في الغش وقد يرتشي وقد ينافق ويخادع وقد يرابي بل منهم من قد يقطع الارحام بل منهم من قد يسفق الدماء المهم ان يصل الى المال ونسي الناس جميعا بان الرزق في الحقيقة هو بيد الرزاق وخزائن الرحمن ملء والله تعالى وعدنا بان من سلك الاسباب التي شرعها الله تعالى وتمسك بها واحسن استخدامها فان الله تعالى يمكنه من مفاتيح تجلب له الرزق كيف اي الاحباب الكرام نصير اغنياء او على الاقل نصير مستورين لا نمد ايادين للاخرين اول خطوة نبدأ بها وهو على مستوى الاعتقاد على مستوى الفكر على مستوى القلب نعتقد جميعا بان الرزق هو بيد الله الله جل جلاله هو الذي يرزق العباد وهو صاحب النعم الوافرة وهو الذي بيده الخير ربنا عز وجل يقول عن داثه العالية ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهو سبحانه وتعالى الذي يوزع الارزاق بين العباد يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ما من دابة في الارض الا على الله رزقها كل الحيوانات والدواب التي تشير في البرية والطيور التي تطير في السماء والحيتان التي تسبح في البحار والانهار كل ذلك الله تعالى هو الذي يرزق الجميع ويطعم الجميع حتى انه يرزق الدودة العمياء في الصخرة الصماء ويرزق النملة السوداء في الليلة الظلماء قال جل جلله وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اي نعم لابد ان نبدأ باول مفتاح من مفاتيح الرزق وهو ان تعتقد اعتقادا جازما بان الرزق ليس عند رجال المال والاعمال وليس عند خزائن الدولة ولا عند خزائن المنظمات الدولية الرزق هو بيد الرزاق يرزق الخلق سبحانه وتعالى منذ ان خلقنا منذ ان خلق الله الخلق يرزقنا جميعا ولا يتركنا سبحانه هملا ربنا عز وجل حشا ان يترك عباده جياعا او عدشانا بل كلنا قدر لنا مقادير وكثب لكل نفس رزقها حتى قال النبي الاسلام صلى الله عليه وسلم ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب اعلموا انكم لن تموتوا ابدا حتى تستكملوا الرزق الذي كتبه الله لنا ولكم اجمعين واذا رأى اراد ربنا عز وجل ان يمنع رزقا على عبد من العباد فلا احد يستطيع ان يعطيه حتى ولو اجتمع اهل السماوات والارض لن يستطيعوا ولن يفرحوا ان يمده بشيء فالله تعالى هو المعطي وهو المانع عز وجل لكن الناس ينظنون بان الرزق مقصور على المال هذا خطأ في المفاهيم الرزق ايها الاحباب الكرام ليس هو المال ليس هو الراتب الشهري ليس هو التعويضات التي تحصل عليها هذا اعتقاد يعتقده الكثير من الناس ولكن الرزق هو اكتر من المال الصحة ايها الاحباب الكرام رزق اذا متعك الله بالصحة والعافية فانت مرزوق الزوجة الصالحة اذا اعطاك الله زوجة صالحة بار اذا نظرت اليها سرتك واذا امرتها اطعتك واذا غبت عين حفظتك في نفسها ومالك فانت مرزوق الابن البار اذا اعطاك الله اولاد فيهم البر والاحسان والحياء فانت مرزوق اذا اعطاك الله تعالى اشياء كثيرة اذا هداك الى الحق وان تنطق بالحق فانت مرزوق فالرزق هو اكتر من المال قد يعطيك الله تعالى سلطة هذه رزق يعطيك وجهة بين الناس احتراما وتقدير هذا رزق يعطيك الله منصب سامي بين الناس هذا رزق يعطيك الله علما وحكمة تعلمها الناس هذا رزق كل هذا رزق وعليك ان توظف هذا الرزق فيما يحبه الله ويرعاه هذه القاعدة العامة فالرزق باختصار ممكن ان نقول هو نوعين من الرزق الرزق نوعان هناك الرزق الظاهر وهناك الرزق الباطن الرزق الظاهر هو المال والاطعمة والاشربة وكل ما ينتفع به الجسم كذلك ان يعطيك الله البيت المسكن يعطيك السيارة يعطيك متاع الدنيا هذا كل يسمى الرزق الظاهري رزق ضاهر نحن كلنا نراه ونقارن فيما بيننا هذا عنده بيت فخم وذاك عنده بيت متواضع هذا عنده سيارة فارهة وذاك يسير على قدميه نحن ننظر الى الرزق الظاهر لكن هل تعلمون بان هناك رزق اخر باطن وهو الاساس ما هو الرزق الباطن هو ان تتعرف الى الله هذا رزق عظيم اعظم رزق ان يمكنك الله تعالى من ان تتعرف عليه بل ان يمكنك من ان تتصل به تتصل بالله وذلك بان تتقرب اليه اسجد واقترب اسجد واقترب هذا هو اعظم رزق اذا وهبك الله تعالى نورا القي في قلبك نور الايمان فانت مرزوق انت من اكبر الاثرياء معرفة الله تعالى رزق التوفيق الى الطاعة من صلاة وصيام ومن زكى وفعل الخيرات فانت مرزوق وفعك الله الى طاعته هناك انس اخرين محرومين لا يستطيع ان يطيع ربه رام عنده الاموال الطائلة لكن لا يستطيع ان يركع ويسجد ولا ان يرفع اكفة ضراع بين يدي ربه ولا ان يدرف دمعتين خشية من عظمة الجلال فالطاعة والتوفيق الى الطاعة رزق والتوكل على الله رزق والاقبال على الله رزق والثقة في رحمة الله الكبرى رزق هذه كلها ارزاق الرزق الظاهر والباطن الناس عادة لا يعتقدوا الرزق فقط هو المال او المنصب كيف يمكن ايها الاحباب الكرام ان نكون مرزوقين الله عز وجل وضع لنا مجموعة من الاشياء اذا اتبعناها سرنا مرزوقين اول شيء لا بد ان تتبع الاسباب المشروعة لا بد ان تعمل لان من اراد ان يكون مرزوقا بالمال عليه ان يعمل ليس ان يجلس وينتظر فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة عليك ان تتخذ الاسباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لان يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير له من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه لا بد ان نعمل ولو ان نحطب الحطب في الغاب واعظم الاسباب المشروعة والتي تؤدي الى الغنى هي التجارة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمس على التجارة خير من الاجارة الاجارة تبقى محدودة لكن التجارة فيها مغامرة واذا نجحت اوصلتك الى ضفاف الغنى فيقال تسعة اعشار الرزق في التجارة ولن في الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف الذي هاجر من مكة الى المدينة فقيرا فاشتغل بالتجارة وبعد اسابيع او اشهر معدودات وسعى الله عليه حتى لما قبل ان يتوفى ترك ذهبا قسم بالفؤوس ترك تروة عظيمة بفضل التجارة كان يبيع ويشكري وجمع مالا وفير ويتصدق ويعطي الفقراء وبقي عنده مال وفير ذهب قسم بالفؤوس فلابد من اتباع الاسباب المشروعة اما الذي يجلس في بيته ويبكي وينتظر ان تفتح عليه ابواب السماء فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة بعد ان اتبع الاسباب المشروعة علينا ان نقنع ونشكر الله على القليل حتى ياثينا بالكثير مشكلتنا كامل هي ان الانسان اذا اعطاه الله تعالى رزق قليل يتضجر ويتأفف ويغضب ولكن ولكن لو قانعنا بالقليل وشك الله بالكثير لان شكر الله بطاعته واستخدام نعمه فيما يرضيه سبب في ان يفتح لك الله تعالى المزيد من ابواب الرزق وهو القائل وان تأذن ربكم واذ تأذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم ان عذاب لشديد اشكر ربك وسوف يزيدك كفى من البكاء والتدجر والتدمر والسخط على الواقع لا احد يستطيع ان يمنع ولا ان يعطي العطاء كله من عند الله والمنع من الله وارض بمقسم الله ترى عجبا كذلك واذا اعطاني الله تعالى نصيبا من المال فهناك غيري لم يعطيه الا القليل او ربما ما عنده ماذا علي ان افعل علي ان انفق مما اتاني ربي انفق في وجوه الخير حتى ولو من القليل ربنا عز وجل يقول وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين علينا ان لا يمر علينا علينا يوم الا من تصدق فيه ولو بالقليل ولو بدرهم درهمان اكتر او اقل حسب امكانياتك دائما كل يوم اعطي ولو القليل من الرزق لان هذا ربنا يبارك لك فيما اعطاك ويدفع عنك البلاء فمن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والاخرة ومن فرج كربة على مكروب فرج الله كربته في الدنيا والاخرة هذا الانفاق يكون على الفقراء يكون للمساكين يكون على الايتام ويكون على المحتاجين وخصوصا خصوصا على طلبة العلم اي نعم طلبة العلم والعلم نقصد به خصوصا العلم الشرعي لان الناس يزهدون في العلوم الشرعية يحبون العلوم الحية يحبون الطب والاقتصاد والهندسة والميكانيكا والتواصل وغير من العلوم النافعة التي تجلب الرزق وتجلب المال والارباح لكن ما شأن العلوم الشرعية ان تخفض القرآن والسنة وتتفقى في الفقه يقال قديما من طلب الحديثة فليبشر اهله بالافلاس يعني غير مطلوب في السوق سوق العمل الان لو تقدم الطبيب او مهندس عنده ديبلوم ديبلوم طب او ديبلوم هندسة او ديبلوم ميكانيكا او غيره فالسوق يحتاج اليه والناس يتهافتون عليه لكن اذا كان فقي حامل القرآن الكريم فالناس يزهدون فيه وهذا يجعل طلبة العلم انهم يتكاسلون ويتراجعون عن طلب العلم ويدهبون يبحثون عن اي حرفة اخرى لكي يكسبوا المال وهذا الذي يقع حقا حتى في المدارس العتيقة ومدارس اصول الدين كل مرة نسمع عن كوكب من نخبة الطلبة يغادرون الدراسة ويبحثون عن اي عمل لكسب القوت فلو ان اكتر الناس هجروا العلوم الشرعية هذا فيه ضياع للدين ومن ثم قال العلماء من اعظم ابواب الرزق ان الله يبارك لك في رزقك ان تنفق على طلبة العلم من المدارس العتيقة وحاملة القرآن والمتفقهين في الفقه وطالبي الحديث حتى ان اكبر الاترياء في العالم العربي والاسلامي ربما سبب ثرائهم هو بركة انهم ينفقون على طلبة العلم ولهذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك اخوان على هعد النبي صلى الله عليه وسلم فكان احدهم يأتي النبي ويستمع للعلوم يقرأ القرآن ويتفقه في السنة ويواضب على مجالس النبي لكنه كان فقير واخوه الاخر كان تاجر كان يحترف وكان يجمع المال وينفق على اخيه ينفق على اخيه لكنه مرة ضاجر وشكع شكل محترف التاجر اخاه من نبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي الكريم لعلك ترزق به لعلك ترزق به وفعلا عدد كبير من كبار الاترياء حتى في مغربنا العزيز هناك اترياء كبار صاروا من اهل الاموال لماذا؟ لانهم كانوا لا ينسون المدارس العتيقة وطلبت العلم الشرعي وحافظت القرآن العظيم وايضا بعض الامة وغيرهم ليس دعوة للتسول لا وانما اكرام طلبة العلم بقي صغير في السن حتى لا يذطر لكي يتفرغ ويبحث عن لقمة عيش كريم هذا مما يفتح به الله تعالى ابواب الرزق كذلك من الاشياء التي بها ربنا يفتح باب الرزق وهي صلة الرحم انسان ما عنده مال ولكن عندك قلب رحيم زر الأقارب والأحباب واسأل عنهم وعملهم بإحسان وبمحبة وحنان هذا رزق ايضا وبه يفتح الله باب الرزق هذا لا يحتاج الى انفاق المال وانما فقط كلمة طيبة نظرة حانية والتفاتة ودودة للعائلة والأحباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من سره ان يبسط او ان يبسط الله له في الرزق وينسأ له في اثره فليسر رحمه من سره ان يبسط الله له في رزقه وينسأ له في اثره فليسر رحمه لبغط العمر واللي بغى الرزق الوفير يصل الرحم خصوصا من قطعك ان تصل من قطعك والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكون فجرة فتنمو أموالهم ويكتر عددهم إذا تواصلوا هناك طاعات ربنا يؤخر الثواب يؤخر العطاء لكن أسرع عمل صالح ربنا يعجب فيه الثواب هي صلة الرحم وقد بيّن النبي الكريم أن هناك بعض العائلات ربما فجر قد يتكاسلون في الصلاة قد يتجرؤون على المحرمات ربما يشربون الخمر ولكن فيهم صفة حسنة أنهم يصلون أرحمهم ويفتحون أبوابهم للأقارب ولا يوبخون ولا يعاتبون فيهم ابتسامة فيهم حنان فيهم رحمة قال ربنا عز وجل بأنه تنمو أموالهم تنمو أموالهم ويكتر عددهم إذا تواصلوا والعكس قد يكون إنسان مؤمن وسني يبحث عن السنة ولكن قلبه قلبه شديد ولا يريد أن يصل الرحم يقطع الرحم ماذا تنتظر؟ انتظر أنه تقل أمواله وتكتر ويقل عدده لأنهم قطعوا التواصل فاصلة الرحم هي من أعظم أبواب التواصل كذلك من الأسباب أن الإنسان إذا ربما أجروا ورزقه قل في بلد ما فليهاجر على هجرة أهاجر المكان الذي أغير المكان أسافر هناك أناس هاجروا من بلدهم إلى بلد أخرى وربنا فتح لهم باب الرزق وربنا يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغة من كثيرا وسعه هذا المنطقة رزقه فيها قليل وتتحرك بصعوبة غير المكان ممكن أن تسافر من مدينة إلى مدينة من القرية إلى الحاضرة ممكن أن تسافر ربما من بلدك إلى بلد آخر كم من الناس ترقوا بلدهم ويأحبوا البلد إلى قلوبهم ولو خيروا لاختاروا بلدهم لكنه الرزق ولما هاجروا فتح الله عليهم في رزقا أخر في غير أرضهم وفي غير بلدهم فالرزق ممكن أن يكون عن طريق الهجرة كذلك الرزق أيها الأحباب الكرام ممكن من تعذر عليه الرزق بشدة بعض الناس عندهم يقول بأن الأبواب مغلقة فعلا الأبواب مغلقة يعني سبع صناعي والرزق ضايع والديون تتهاطل عليه ولا يستطيع أن يؤدي ماذا عليه أن يفعل؟ ربنا عز وجل أمرنا بالإكثار من الاستغفار نستغفر نستغفر إذا شعرت بأن رزقك قليل لا تفكر كثيرا دعك من البحث في الأسباب والمسببات اذهب مباشرة إلى المنبع ما هو المنبع؟ أكثر من الاستغفار فربنا عز وجل وعدنا أنه كلما زاد استغفار العبد زيد له في رزقه بإذن الله وهو القائل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من الوصايا الدهبية التي كان يرصي بها صحابته كان يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب الاستغفار يكون طيلة اليوم ولكن هل هناك وقت فيه الاستغفار مطلوب أكثر؟ أي نعم وقت السحر وقت السحر يعني في منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل والناس نيام تسمى وقت الغفلة هناك تدعو الله سبحانه وتعالى ويعطيك وعليك أن تعترف بذنوبك وتقصيرك في حق ربك وكذلك أيها الأحباب الكرام الأفراد ربما قد يستغفرون الله تعالى وعموما التقوى التقوى إنسان يتقن له على قدر ما يستطيع ومن يتقن له يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا للأفراد فرض معين إنسان موظف مستخدم تاجر بسيط إذا شعر بأن رزقه قليل هذا هو الحل الذهبي المذكور في كتاب الله عز وجل ومن يتقن له يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أن تتقي ربك تقوى الله عز وجل نعمة كبيرة العمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل التقوى فيها مفاهيم كثيرة هذا للأفراد وأيضا للدول هناك دول وهناك مجتمعات صارت تتقل كاهلها الديون الديون الخارجية هناك دول بلغت أرقاما خيالية في المديون الخارجية تستفيد من منح أو من ديون من صندوق النقد الدولي أو من البنك الدولي وطبعا البنك الدولي لا يعطي هذه الأموال مجانا وإنما يأخذها بنسبة أرباح غالية ثم إنه يستعمل كضغوطات للتدخل في الشؤون الداخلية يسطر لك سياستك في التعليم وفي القضاء وتنظيم الأسرة وفي الإعلام وحتى في الوحدة الوطنية الدولة إذا أردت أن تتخلص من هذه الضغوط كلها من ضغوط الديون الخارجية ماذا عليك تفعل؟ أيضا تتق الله الدولة تتقي كما أن الأفراد يتقون الله مطالبين بالتقوى ذلك الدولة ربنا قال عن الأفراد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وقال عن الدول والمجتمعات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحن عليهم بركات من السماء والأرض كلما أهل القرى المدن والدول والمجتمعات آمنوا بالله واتقوه الله تعالى يعطيهم بركات من السماء والأرض من السماء أمطار غزيرة في إبانها تثمر موسما فلاحيا مباركة بركات من السماء والأرض الأرض تعطي من عطائها موارد عظيمة كالغاز والبترول والمعادن النفيسة فيغني الله تعالى البلد المتقي وإذا لم يهد الإنسان أي سبب من الأسباب فعليه أن يكثر من الدعاء الدعاء أيها الأحباب الكرام هو الملاد في الشدة فإن ضاق عليك رزقك وعظم عليك همك وغمك وكتر عليك دينك فالجأ إلى الظهر اقرع الباب الله تعالى لا يخيب من قارع بابه اسأل الله تعالى فالله هو الكريم الجواد إذا وقف أحد ببابه ما تبت أنه نحاه أو صد عنه كل من رجى ربه لن يخيبه في دعائه ورجائه وهو القائل عز وجل وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء ونرضي إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يدعو الله تعالى بصدق ويقين وخشوع أن يفتح له باب الرزق يعطيه مما أعطى عباده الآخرين فاللهم يا رب يا كريم ارزقنا جميعا الرزق الحلال اللهم قنعنا بما آتيتنا ورزقنا شكره ورزقنا يا رب توظفه فيما تحب وترضاه واصرف عنا يا ربنا القرش الحرام ووفقنا لما تحب وترضاه وأسأل الله تعالى أن يغنينا وإياكم من فضله قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة